ما ولما إسرائيل تروغ عن نفسها باعتبارها وحة الديمقراطية في الشرق الأوسط يبقى لازم نصدق على طول أن العالم حر وأنه الأوروبيين دول هم المدفعين عن الحرية والأمريكان دول هم حماة الحرية والديمقراطية إلى آخره لازم نصدق حاجة زي كده يا راجل إذا كان إسرائيل بتقولك وحة الديمقراطية إذا كان CNN بتقولك نحن رمز المهنية فيبقى طبيعي أنه شركة ميتا تيجي تقولك يا جماعة نحن العالم الحر نحن نرفض أي تعليقات موسيقى فيحزفوا 795 ألف بوست 795 ألف بوست منشورين سواء إذا كان بالعربي ولا بالله ووصفوها بأنها مزعجة مزعجة فيما يتعلق بالحرب اللي موجودة أو هذه المواجهة العسكرية اللي موجودة على أرضينا في غزة طب يعني إيه مزعجة طب ما كنتوش ليه بتحزفوا البوستات اللي بتشتم في العرب واللي بتتحدث عن يا رجل أنا لو دخلت على ميتا أخشى ما أخشى أنا بس ألآن أخشى ما أخشى إن أنا لقي اقتباسات من مؤلفات مير كهانة مثلا بعد ما انتهت الساعة بعد ما انتهت الساعة إغلاق الفيسبوك يخبرني بعض الأصدقاء أنها تعتبر عادة يومية حتى يستجيب الفيسبوك ويرفع التقييد في منشورات دعمنا للأراضي المحتلة فما رأيكم أنا عندي مشكلة في الصفحة الفيسبوك مأيدها ومش بتوصل نهائي للأصدقاء ولا المتابعين كل ده بسبب بوست كان خاص بفلس خد بالك بقى عشان يعرف يعدي فراح جاي بكلمة فلسطين أسمها عشان يعرف يعدي يعني فيسبوك بياخد قرار أي حاجة مكتوب فيها فلسطين احزف يعني فيسبوك شركة ميتا بيحاولوا يمحوا من الوجود ومن الزهن الإنساني أن فيه بلد اسمه فلسطين وأنه فيه شعب اسمه الفلسطينيين قولك حزفوا تلقائي والداني مخالفة كمان يعني تعالف ايه not only but also احنا مش بس هنحزف البوست لا احنا كمان هندوس عليك بوست قالك صباح الخير قام فيسبوك بتقييد نشر الروابط كل اللينكات بقى على الحساب لمدة يومين أرجو التعليق بأي تعليق على هذا البوست لوقف هذه السخافة محبتي ومودتي يعني لو انت حطيت مثلا لينك كده رابط على المدابح الإسرائيلية اللي في غزة فيسبوك يحزفوا اول الله بكلمة بجد طيح حزف البوستات زاد عن اللزوم الفيسبوك يا جماعة بيربينا وبيعلمنا نكتب ايه وما نكتبش ايه بصراحة شيء مهين او من احد شيء مهين هو شيء مهين مين اللي عمل كده مش احنا اللي عملنا كده في نفسنا مش احنا اللي عملنا كده في نفسنا ترجمة نانسي قنقر